تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد هذا المقطع ممكن كثير منكم شافوه ترى في حلقة الكرة الإنجليزية اللي بتنزل كل يوم اثنين لكن حبيت أشاركه بشكل مستقل عشان تشوفوه للي ما شافوه هناك في ذلك الفيديو مانشستر يونايتد والحصور على ركلات جزاء كثيرة لازم أوضح انه مش هو بس اللي هيك فيه بإيطاليا مثلا ظاهرة لاتسيو الموسم الماضي اللي كانت تقريبا في كل مباراة فيه ركلات جزاء وكان الأكثر في أوروبا حسب إحصائيات CIES في معهد يعني إحصائيات فوتبول وكان الأكثر في الدوريات الخمسة الكبرى يعني لاتسيو اللي أعتقد لمدة موسمين وربعات كان هو الأكثر عصور على ركلات جزاء ففيه فرق عندها هذه الظاهرة بتمر عليها كل فترة بيجي فريق بغد أكثر ركلات جزاء ثم بتخدفي لكن لأنه مان يونايتد شفنا نظريات مؤامرة انتشرت في أوساط الإعلام وبدأ البعض يقول بيحاولوا يساعده مان يونايتد ظل بالواجهة بس هذا الشيء له تكلمنا بإنجلترا طب أوروبا ليش عم بتحاول تساعده هو بيحصل على ركلات جزاء أوروبية كثيرة حصل في الدور الأوروبي السنة الماضية على أكثر حدد ركلات جزاء والسنة هذه أيضا شفنا أمام باريس بيجي له ركلات جزاء وأخرج باريس برمنتدة في الماضي بركلات جزاء وكما قال برونو فرناندز وكما لازم نعرف كلنا إنه ركلات جزاء جزء من اللعبة مش عيب يعني أني أخذ ركلة جزاء ما بستحيش وبغطيش عيوني أوه ركلة جزاء حستحي لا ركلة جزاء جزء من اللعبة اللي مش جزء من اللعبة ركلة جزاء غير صحيحة ولكن لما نروح نشوف ركلات جزاء من يونايتد معظمها تقريبا إلا أوضح ركلة جزاء اللي كانت أرام أستون فيلا السنة الماضية ربما ركلتين اللي فيهم نقاش لكن الباقي معظمه صحيح فشو اللي بخلي من يونايتد يكون صاحب الرقم القياسي بعدد ركلات جزاء في موسم واحد الموسم الماضي بأربعتاشر ركلة واللي بخلي برونو فرناندز خيار جيد لكثير الناس بالفانتسي عشان يسجل من ركلات جزاء شو الفكرة؟ خصوصا إنه هو مش من سيتي يعني مش فريق استحواذي بحطك في التفرث الأخير وبظاله يلعب الكرة في منطقة جزاءك فهو فريق أكثر لهجمات مرتدة وربما يكون هذا السابق الأول مان يونايتد فريق فعليا لو تيجي تشوف محاولاته في المراوغات وكذا خلال المباراة يعني بالثلث الأول والثاني تقريبا معدوما لكنه فريق مرتد بسرعة رهيبة جدا باستخدام مارسيال راشفورد لعبين سريعين جدا وحتى لما كان يلعب جيمس وهذا والفريق سريع في الارتداد ولما تكون مرتد الخصم بيكون مش ماخد شكله الطبيعي دفاعيا ولما يكون عندك لعب مهاري طبيعي جدا الخصم يحاول يدخل دخله غريبة فهي يرتكب فولات عشان هيك حصائيات الموسم الماضي كانت تشير انه مان يونايتد الثاني أفضل فريق بالحصول على الأخطاء في الثلث الأخير فهذا جزء أساسي من حصوله مع ركلات جزاء لكن في شي تاني لو تروح تشوف ركلات جزاء خاصة اللي بيحصل عليها راشفورد سنة الماضية والسنة هادي فيها الشيء بعملهوش لعيبة ليفربول بعملهوش لعيبة سيتي معنى بيمسكوا كرة أكثر بيضغطوا أكثر يعني مش هتشوف رياض محرز يكون قدامه تلتة لعيبة من الخصم ويهجم على اللاعب أتاك بلاير ما بعملش هذا الشيء بمره لأنه فريق مؤمن بالتمرير ليفربول بيفكر أكثر يطلع له أرنولد يطلع له روبرتسون ويلعب العرضية صلاح ويجي أرنولد يلعب العرضية وممكن يجيب قول أكثر بس في يونايتد ربما نتيجة ضعف الأظهرة أو نتيجة فردية الهجوم حنشوف كثير لقطات راشفورد دخل عتلات لعيبة ولا وقع وأخذ ركل الجزاء اللقطة اللي عملها مع تشيلسي اللقطة اللي أي مباراة بتحسهم بيدخلوا بيدخلوا بواحد لواحد ما تفركش معهم داخل منطقة الجزاء ما بمرروا كثير داخل منطقة الجزاء بيركضوا داخل منطقة الجزاء بيندفعوا على منطقة الجزاء فالطبيعة الفردية اللي عم بتصير في أجنحة هذا الفريق وقلة عرضياته لأنه أظهرته ما بتطلع وحتى لما يطلعوا بيرجعوا لنفس الشي لراشفورد أو مارسيال فهذه الاندفاعات بهذه السرعة بهذا النوع المشجماعي صراحة عم يربك الخصن فعم يسبب براكلات جزاء وأعتقد سبب ثالث إنه سلشان حب اللعبة لأنه مثلا إحصائيات الموسم الماضي بتتذكروا طلعت إحصائيات وكم هدف سجل يونايتد كان من الفرق الأفضل ربما أفضل فرق بأوروبا مسجل أهداف أكثر من المتوقع يعني هو سجل أهداف أكثر مما فعليا كان لازم يسجل أو أخذ نقاط أكثر مما بيستحق على قلة البعض لكن أعتقد سلشان حب هاي اللعبة شافها سهلة فصار لما يلعب يحاول دائما يخلق هذه المواقف يخلق مواقف كثير فيها واحد لواحد على الأطراف الأمر ما يكون إنه عدي عدي وإذا لمسك أوجع خد بلانتي طبيعي كرة القدم لمسك بلانتي شو عمل لك الآن يبدو إنه فيه نوع من المنهجة زي ما لازيو عنده هذه المنهجة كانت موجودة يعني السن الماضي واللي قبلها كان لازيو مزعد جدا بعدد ركنات جزاء اللي بيحصل عليها لخصومه فنفس الشيء أعتقد هذا الشيء موجود إضافة حتى يعني مشوف لمسات الإيد اللي بتصير معظم عرضيات يونيتد يعني زي تاعة ماتة الأخيرة يعني مسافة متر بينه وبين اللاعب يعني بتحسها برونو مرة عملها تحس أيضا هذا الشيء مدروس مش شيء صدفة بصراحة فحقهم بما أنها كرة قدم بما أنها قوانين ففي جزء جاء لوحده نتيجة طبيعة لعبين نتيجة أسلوب لعب قائمة على مرتدات هذا جاء وعنده قد فيه شيء شد عليه السولشاير إنه شافه أسهل منه أخلق ثلاث فرص أجيب جول بأخذ ركل الجزاء بأجيب جول يعني فيعني حصائيا وحسابيا واستثماريا بأنه نادي استثماري فالفكرة تبدو منطقية فهذا هو سبب أنا بالنسبة لي ليش بيحصل حركة لها الجزاء كثير بنوصل هنا لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد من قناة سيرفيسبورتي اللي بطلب منكم تشتركوا فيها حالا والسلام عليكم ورحمة الله